مشاهدينا كرام مشاهدي قناة جزير تيب اليوم رأنا مع ضيف جزير سبور وهو البروفيسير باكلي عيسى المتخصص في كرة القادم ذات المستوى العالي السلام عليكم أستاذ السلام عليكم ومتشرفين ومرحبا بقناة جزير سبور شكرا لك أستاذ أستاذ بداية لنعود إلى مشاركة المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا ساء المخيب من الضور الأول كيف وجدت الأداء؟ دلنا فورس ومن بعد انهيار بدني والمقابلات الثانية والثلاثة أنقص الأداء من مقابل المقابلة أنقص الأداء لذلك كان الأداء مخيب شكرا لك ما هو سبب التراجع البدني الكبير للعبين في مواجهتي أوركينافاسو وأنغولا رغم أن المنتخب أجرى تربوسا تحضيريا بطوغو يعني للاعتياد على الأجواء قبل المنافسة كيف ترى ذلك؟ أرى دورة مثل كأس أفريقيا كأس أوروبا تحضير البدني خمين درجة في عشرية ملافق 15 الأقل خمسة وربعين يوم لكن لأننا نقاط مجموعة من النقاط التراجع البدني رجل المجموعة من المطيئات منها بعض اللعبين كانوا مصابر ورجعوا من الإصابة كان فيها لعبين بدون فارق كان لعبين المستوى التاحهم في الفرق التاحهم هذا هو المستوى البدني لأن الفرق ليشتوفيان ما فيش الريتم قاطر ولا بلالي لنا في الجزائر ما كاش الريتم تركوب دافريك وضيف إلى ذلك الريتم عالي ضيف إلى ذلك المناخ المناخ الثهر النقطة الكبيرة نتبالي هي كفاءة اللعبين هذه هي كفاءة اللعب الجزائري شكرا مؤخرا الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قررت إنهاء مهام المدرب جمال بالماضي بعد هذا الإخفاق ما هو تعليقك على ذلك تدابر جمال بالماضي مشكرا لهم قدم الجزائر الكرة الجزائرية ولا مدرب قدم ما قدم بالماضي وجابناك أسي إفريقيان ودار نتائج جيدا ما حلفوش لحظ في المنافسة الأخيرة أنا كان بيودي بعد الإقصاء تها كأس العالم ينساحب وخشم الباب ما بالوسع الإخفاق ما نرجوعش غير بالماضي كان مجموع من معطائيات أدت إلى هذا الإخفاق وللبيوت أسرار وللبيوت أسرار أهل إختيصة سعب ذو الأمر شكرا أستاذ هناك عدة أسماء مرشحة لتولي زمام العارضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري أبرزها البرتغاليين كيروش وبيسيرو إلى جانب البوسني بيتكوفيتش من طراه الأنسب لتدريب الخضر يعني حسب السلة يعني لما كانش الأول شكون الثاني لما كانش الثاني شكون الثالث شو ما في الأوين الأخيرة برزة المدرسة البرتغالية شو فيه في إفريقيا في أوروبا في العالم عندهم أكثر من 400 مدرب ينشط في الدوريات العالمية ومدربين ذو مستوى ومعنى عندهم طريقة حديدة في التدريب طريقة اللي هم الأول من وصلوا للطريقة تكون التدريب وتقدم بموصفة تكون القادم بعيدين عن الطرق القادمة اللي تعتمد الآن هما الأفضل وأنا أنفضل للمدرب برتغالي ولما لا يكون بيسيرو أنا أفضل بيسيرو ثم كيروش ثم القلبوسني شكرا لك بروفيسر حسب رأيك بروفيسر ما هي المعايير والشروط التي تكون متوفرة في المدرب القادم للمنتخب الوطني أولا نكون لعب كرة القادمة من الطرز الآلي مو تدرب عنده كفاءة مجيش تألم عندنا ولا عنده عنده إنجازات ويكون يعرف الكرة الإفريقية يعرف خبايي الكرة الجزائرية ذو رؤيا وعنده فتسافة تدريب ضف إلى ذلك يكون يحسن التواصل يحسن التواصل ويتقن أكثر من اللغة أنا يبني يكون لغة فرنسية وإنجليزية ولا إنجليزية وبرتغالية لأن اللعبين وإنجليزية في البطولة الأوروبية هذو من بين الشرط وخاصة كفاءة كفاءة وشهادة نعم أنت كذلك الاتحادية الجزائرية تسعى لتعزيز الطاقم الفني الجديد بمدرب مساعد يكون جزائري من أجل تسهيل التواصل مع اللاعبين ما تعليقك على هذا الأمر؟ الشيء اللي يتنظر في الاتحادية شيء جيد صحيح يجب إيجاد المساعد هذا بمواصفات بشي نجيبو مساعد بندلو مساعد قال جزائري ندلو جزائري لا يجب أن يكون عنده شهادات خدم عنده تجربة بشي نجيبو واحد ما خدم شو قال المساعد جزائري ما الدلو هو له نجيبو واحد عند خدم جزائري عنده كفاءة ويكون درب عنده راسي تحت تدريب ويكون في المستوى العالي وعنده كارزما وضيف إلى ذلك يتقن اللغة العربية زائد أكثر من اللغتين شكرا نعم أستاذ ألا ترى بأن الخفاءات الجزائرية بحاجة للاهتمام أكثر من قبل الاتحادية الجزائرية لكرة قدم مثال فقط منتخبة الإفريقية حققت في هذا الكان الفين وثلاثة وعشرين حققت نجاحات في كعس أمم إفريقية يعني بمدربين محليين ما تعبيرك على ذلك شوف ما يغفرك شذك المدربين لك تدري اليوم الأفريقاء نشطو في دوريات كبران أوروبية ما همش خرجي المدرسة الإفريقية خرجي المدرسة الأوروبية لأن التكوين والشهادة والعمل في أوروبا عنده قيمته مدربين كلهم إلا أقول كلهم كلهم نشطو في في البطولات الأوروبية هذا لا يعني أنني أقصي الشاب الجزائري ولا المدرب الجزائري ولا الأبج ما عليه التكوين عليه أنه تكوين أنه يعتنظرها يعني تنظر في التكوين تطوير التكوين تطوير معطاية التدريب عندنا مجموعة من الأمور يجي نجحنا نرجع اليابة نرفض المستوى الحجم السعي تعد تدريب ختاما بروفيسار بصفتك خابير وأستاذ مختص في الرياضة كذلك محذر بدني من بينهم لاعبين دوليين يعني كمحذر بدني لهلال العربي السوداني وسبق لك تأليف العديد من الكتب المتعلقة بخورة القدم ذات المستوى العالي ألا ترى بأن الاتحادية الجزائرية بحاجة إلى كفاءات من صنفك لتطوير الخورة الجزائرية شكرا على هذا السؤال هذا سؤال هام وهم جدا يوجد عديد كفاءات من أمثاله من أحسن مني في الجزائر ساعد يباقين في أماكن الظل لأن البيئة البيئة ما تسمعش بالنس هذو يخدموا ضرقوا احنا يجيب واحد جائر في البلاطو يقنع على الجزائر يجيب واحد عالي متى واحد ما يسمع له واحد يهد لك بالعين متى واحد ما يسمع له أنا دقوا نقول لك بالنس نتائج العبور الماضي جيدة وإذا أخر في البلاطو يقول لك هذا كريا يخرف هذي كفاءات هذه يجب عديد الكفاءات الموجودة فظل نعود نروحول لها لأن الكرة الفرنسية في عام 94 ومقبل الجامعة وطرحوا المشكلة المشكلة الفرنسية تعاني من الإخفاق ومتأهناش مرتين لكاس العلم ما هو العلاج العلاج جامع الجامعة من ناس تعال العلم ذفي إلى الناس مقتصين في الميدان احتيكاك وصلوا طريقة هم بدأوا بها كاس العلم مرتين ودأوا كاس أوروبا وصلوا أنهم رحوا للتجنيس رحوا لمدارس الخراوية بس هذي من جات جات من عمل مخبري جامعي عديد عندي ثلاث لعبين منتخب الوطني الدربوا عندي فردين كوتش عندي في ديال وعديد من اللعبين اللي دربتوا في الأندي آخرهم آخرهم حرس كان في أولم بلم ديال يسموه يسموه مجار كان ما يلعبش كنت هناك بطل لسي سبعة كل مرة جيش كل يا شيخ 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 تو ما تقلقش جيل فرصاتي وقيل المدرب تاع السينيور جيل جيتك بطلنا مقابل الأولى الأبناء ثانية الأبناء ثلاثة جافوا وشافوا بالماضي صباح المتخب الوطني ما شاء الله يعني بروفيسار يعني هو محذر بداني ما تنسوش بلي أنه هلال عربي سوداني لعب الدولي اللي كان يعاني يعني من الإصابة الثانية هو كان بالقدرة العربي ثم هو اللي خلاه يعاود يولي هلال عربي سوداني وينقلو بروفيسار أنه كي تروح إن شاء الله بربي تنجح وتسيب صحتك بالقدرة على الله أنه كي راح تقسوه يعني الأطباء الأجاني بقالولو شكون كان معاك وانا ذاك في شهر رمضان في وقت يعني حرارة مرتفعة في ولاية تشلف أرجع هلال العربي السوداني أنت من نولو التوفيق إن شاء الله في سلوفينيا كونك أنك ما زال بروفيسار تخري في الجامعة يعني بجامعة تشلف تخرج أجيال يعني أساتذة رياضيين الآن في واتسلي ناشط في قسم الوطني الثاني كمساعد مدرب ومدرب هل تطمح لتكون يوما ما ضمن الطاقم الفني للمنتخب الوطني الجزائري أو ضمن المديرية الفنية للفاف ولماذا لا كل طموح مشروع ولماذا لا إذا سنجدو بي لما لا عندي فلسافة تدريب وعندي فلسافة تدريب وعندي درسة الفلسافة تدريب تدريب المدرسة البرتغالية عندي كتاب في موضن لاميط غلوبال سويفون الميطود تاكتيك لما لا أستطيع أن إذا أستطيع أن نساهم إذا طلبوا مني ذلك لا ما طلبوا ونساهموا لنا مع كمكتوفوا في الميدان مع هذا الشباب شكرا لك بروفيسار باكلي عيسى بروفيسار ومحذر بدني يعني وأستاذ في جامعة تشلف لخرج أجياء لخرج أساتي ذرياضيين كان معكم قرتي جمالدين لقناة إلى عدد قادم إن شاء الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر